سيد عبدالله أهلا بك معنا كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات من قبل الرئيس الموريتاني الآن تجاه قطر التي يصف فيها قطر بأنها دولة تخريب وتدمير خاصة في هذا التوقيد سيد عبدالله فتح مكاتب الاقتراع أبوابها غدا شكرا أعتقد أن فخامة الرئيس الجمهورية حديثه إن أخذناه في سياقه كرئيس دولة جابها مخططات القطريين وملحقماتهم الإرهابية في العالم العربي وإفريقيا دون أن يتزحزح البلد الذي حكمه على مدى عشر سنوات أراد أن يوصل رسالة للعالم للموريتانيين للعربي أن قضية قطر ليست قضية اختلاف ولا موازين قوى كما تخضع لها المواقف الدبلوماسية الأخرى أن قطر سيئة بحجم السوء الذي جسدته في العالم العربي إذن هو يمتلك هذه الشرعية رئيس سابق للاتحاد الإفريقي والجميع يعرف أن الاتحاد الإفريقي والأفارقة بصفة عامة حاولوا الانتصار لسيادة الشعب الليبي وإيجاد اتفاق في آخر لحظة لكن قطر والقاعدة والإرهاب من ورائهم ضغطوا لتتفكك ليبيا ويتم تسلمها للإرهابيين هذا من ناحية ندفع ثمنه كعرب وكمسلمين تقاعس القارة الإفريقية في دعم وتبني القضايا الفلسطينية نتيجة للحضور القطري ومحاولاتها التسلل في الساحل إذن يمتلك كذلك شرعية ديمقراطية في العالم العربي لأنه يستعد لتسليم السلطة لرئيس منتخب ويقول للعالم أن موقفه من قطر ليس موقفا آنيا ولا تكتيكيا ولا استراتيجيا بقدر ما هو موقف مبدئي وأنه إضافة للمواقف السياسية التي لها إكرهات أنه رجل مبادئ ولا يجامل لحظة واحدة في قضية قطر لأي مدينة يمكن ربما قرأتها في سياق أخر أيضا سيد عبدالله بأن هذه تصريحات هي كتوضيح وتأكيد على موقف الرئيس والموقف الموريتاني أيضا لأنه كانت هناك جهات سيد عبدالله حاولت الترويج بأن قرار موريتانيا بقطع علاقاتها مع قطر جاء تابعا لبعض الدول لا هو فخامة رئيس الجمهورية موقفه من قطر ليس جديدا كما قال ليس جديدا كذلك لا يشوش على مواقفه ولا تموقعه ولا تموقع موريتانيا حسب موازن القوى في العالم العربي والعالم الإسلامي موريتانيا لها حلفاء علاقاتها معهم واضحة وهناك مبادئ وقيم يكافحون من أجلها وهو تصور كسب غالبية الدول العربية والإسلامية لكن الموقف القطري هو أراد أن يتجرد من ثقل رئيس الدولة ليقف كمواطنا كمواطن عربي كمواطن من العالم يعي خطورة هذه الدولة خطورتها على أمن وتوازن العالم خصوص أنه مسكون بأمن الساحل الذي خطط ودبر ونجح في تأمينه وكذلك تأمين العالم هو يقول لكي وللعالم أنا كرئيس دولة أبصرت من الملفات وبحوزتي من المعطيات ما يجعلني أقول إن إساءة قطر تجسد إساءة من يحكمها وطموحها وأنه لا مجال لأي هامش وهي رسالة أيضا سيد عبدالله للناخبين للمقترعين أيضا غدا يعني عودوا لنقطة التوقيت ودلالات أيضا سيد عبدالله أنه هذا التصريح جاء خلال تجمع انتخاب لأحد مرشح الرئاسة نعم نعم جاء كذلك ليقول للموريتانيين أن الموقف من قطر كما قلت لا يخضع لموازن قوى أنه موضوع أنه موقف نهائي وموقف مبدئي وبما أن الموريتانيين يثقون فيه وثقوا فيه عندما قطع معهم العلاقات وسيثقون فيه غدا ويزكون المرشح الذي قدم لهم أراد أن يقول من بين أمور أخرى أن هذا الملف لأهميته أنه ملف خطير ولا يخضع لموازن القوى ولا ينبغي أن يطرح في إطار الجدل السياسي الداخلي أن قطر تجسد الإرهاب وأننا نحن بواقعنا وهويتنا وخصوصيتنا وطموحنا كدولة نحارب الإرهاب ونرفض معاقرة الإرهاب أو مد يدي له أعتقد أن هذا الموقف يجسد سابقة في تاريخ العلاقات الدولية أن يفصح رئيس دولة عن مجموعة من المعطيات تجعله يأخذ حكما يتقاسمه العالم معه اتجاه دولة لأنه هو وفق في تأمين حدود موريتانيا وجزء كبير من الساحل من الغي القطري وكان يمكن أن يقتصر على ذلك لكن حمله لهموم أمن العالم وأمن المنطقة والعربي بالذات أراد أن يخرج من تلك الإكرهات ليقول لهم ما تحمل قطر ويقول لهم إن إجماع العالم العربي حاليا بقادته وبنخبه وبرجال دينه وبإعلامه وبمؤسساته هو إجماع له خلفيته الشرعية وصلت الفكرة سيد عبدالله وليس موقفاً لا من مشاكل الإخوة في الخليج بقدر ما هو مشكل استراتيجي يمس الأمن القومية العربية والإسلامية وعبر العالم وليست مواقف لإرضاء دولة خليجية أخرى بقدر ما هو محاولة لحماية ديننا وسيادة أولاننا شكراً سيد عبدالله وممتلكاتنا وحياة شعوبنا ودولنا وصلت الفكرة شكراً جزيلاً لك عبدالله حرمت الله الكاتب الصحفي كنت معنا من نواكشوت